بسم الله الرحمن الرحيم وزارة التربية تناقش عدة قرارات لحل أزمة الانقطاع عن الدوام بسبب المظاهرات ومنها الدوام بالانتساب والذي يحق للطالب الحضور فقط في امتحانات نصف السنة وتحسب له السعي السنة وبالنصف للصفوف المنتهية أول شيء ننتهي من موضوع أنه هذا القرار ينفذ فقط للصفوف المنتهية الصفوف الغير منتهية ما لها علاقة بالموضوع ثانيا إش نقصد بالانتساب؟ يعني أنه تمتحن المادة لمقررتها الوزارة لنصف السنة بدون ما تدرسها بالمداسة يعني ناخذ مثال كتاب ناخذ كتاب رياضيات مثلا للسادسة العلمية هو أشكت ستة فصول عندك المادة لمقررتها الوزارة بالامتحان نصف السنة هي أول ثلاث فصول اتم إذا ما دومتوا هاي المادة أو ما خذيتوها بالدوام تمتحنون فقط نصف السنة بتذني ثلاث فصول حتى لو ما مخذين منها رقم واحد أو حرف واحد وهكذا لبقية الموات يعني امتحان بدون دراسة يعني هسا إتا أوكي مساند المتظاهرين مساند الأضراب وطني ماشي هذا شي حلو بس بنفس الوقت إتا تبني شي متهدم شي ثاني هذا مستقبلك إتا تقول مآلة مضرب ما يدى داوم هاي هي ضل ببيتك أو الظاهرة طلع بس بنفس الوقت لازم يتعوض هاي المادة الإتخسارتها وخاصة إنه الامتحانات جارية بوقتها والمدارس باقي المحافظات جاية تمشي بالمادة وجاية تتهيئ الامتحانات من نصف السنة وامتحانات أخير السنة وخاصة للسادس الإعداد اللي هو مستقبلهم بهاي المرحلة مو أنا مثلا جاو يشوف أغلب التعليقات بصراحة مو على مدى المتظاهرين جاو يشوف تعليقات سخيفة وخاصة إنه تعبان نفسيته بل أخوتي جاتنا عطلش طولها إنه عيدة العبوب جي عيدة طلع عيدة والنس مو يم التظاهر